بسم الله صباح الخيرات صباح الجمال صباح التفائل صباح الرضا احنا موجودين في الكون وعارفين ان فيه كل حاجة وعكسها الخير والشر الظلم والعجل القبح والجمال وعارفين ان احنا وجودنا في الحياة له رسالة وهدف لازم نوصل بس الرسالة دي ساعت ما تبقاش واضحة نبقى عايزين كلمة او نصيحة او اشارة اشارة عشان نعرف ايه الرسالة المهمة اللي احنا لازم نحققها في الدنيا وبكده اقدر اقولك نعم استطيع نعم استطيع مش مجرد كلمة بتتقال نعم استطيع اقوال وافعال زي ما متعودين دايما بقولكم النهاردة الحلقة رقم 180 في برنامج نعم استطيع نعم استطيع هو بيتبنى كل المواهب لو عندك موهبة او عندك مبادرة او عندك مشروع او عندك فكرة وعايز تطلع بها على البرنامج معنا تقدر تتواصل معنا والارقام هتظهر على الشاشة دلوقتي وهتقدر تتواصل بيها معنا حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا حلقة روحانية زي ما بيقولوا حلقة الناس كلها شغلة دماغها بيها قضية النهاردة هنتكلم عن تفسير الاحلام تفسير الاحلام بيجي دايما للناس كلها بغض النظر عن اجناسهم بغض النظر عن اعمارهم حلقة النهاردة حلقة شايقة جدا ومعايا ضفتي المميزة اللي انا كنت بستانية حلقتها من الفترة اللي بش مهندسة زينة بصديق منورة 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 زيكي بش مهندسة الله يسلم الحمد لله النهاردة هنتكلم عن تفسير الاحلام ايوه وعايزة اعرف بقى انتي بش مهندسة اصلا ايوه ايه اللي جب يعني ايه اللي جب الزت للغاية بسم الله الرحمن الرحيم والسلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد والقليل وصحبية اشمعين اول حاجة انا كانت دراستي اثرية تمام فالحمد لله كنت حافظة الكرآن والصنة وكده وبعدين اي دخلت هندسة ودرست الهندسة وخلصتها وانا في الدراوصة ظهرت عندي الموهبة هي اصلا التفسير الرؤى بيبقى موهبة ربنا سبحانه وتعالى بينامع ليكي بيها طبعا لما انتي بتكوني حافظة الكرآن والحديث من الصنة النبوية طبعا دي بتساعدي كتير جدا يعني بتفتحلك بوابة ان انتي توصلي للتفسير بطريقة صحيحة طبعا بعيدة معنى اكوال المقصورة اللي احنا كنا بنسمعها زمان من اجددنا وكده وبس بقى الموهبة ظهرت الحمد لله وبالفعل بتديت ان انا فسر سبحانه الله بتبقى موهبة بتسمعي الحلم وبتعرفي تفسيره طبعا سبحانه الله حتى بتلاقي الاياس اللي بتدل على التفسير في القرآن والصنة او طبعا هوا بصي القرآن والصنة هو منهجنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه لقد تركت فيكم ما انت مسكتم به نجيتم تمام وهو القرآن والصنة طبعا ولا انت تدلوا مباريه ابدا اللي هو القرآن والصنة النبوية فكل حاجة عندنا مذكورة في القرآن اي مشكلة اي عقبة هتلاقيها في القرآن وطبعا الرؤى يعني سبحان الله هو ربنا بيقولك ما فيش مشكلة لما بيقاليها حل حتى دايما حل اي مشكلة هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا بيها عن طريق الرؤى دايما بتلاقي الحل الموجود اما السؤال بقى دايما الناس بتبقى محتارة فيه الفرق ما بين الحلم والرؤية يعني اعرف انين ده مجرد حلم او اعرف منين الرؤية ان هي دي تبقى اشارة من ربنا سبحانه وتعالى بيدلك على حاجة معينة الرؤية معينة ممكن تكون الرؤية مرموزة برموزة من الرموز المشهورة اللي هي بتيجي في المنام العادية وممكن تكون رؤية صالحة جالية ودي تيجي لخواص الناس مش لكل الناس إلا ما يكون حد علاقته بالله قوية جدا بتجيله الرؤية جير مرموزة زي رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت الدعوة الست شهور اللي قبل الدعوة كانت الرؤية بتجيله كفلق الصبح يعني يشوفها زي ما هي يقوم يسحى من النوم يلاقي الرؤية وقعت وسيدة عائشة صدقت على الكلام ده ان الرسول الله عليه الصلاة والسلام كان أيل لها كده وبالفعل وفعلا كان رؤية كبتيجي كفلق الصبح يرى الشيء بيحصل زي ما هو وطبعا كانت بتجيله رؤية مرموزة علشان خطر يعلمنا التفسير تمام لان في ناس تقول لك لا ده ملهوش أصل في السنة لا طبعا العلم الوحيد اللي بيحكي عن المستقبل وليه أصل في السنة النبوية وفي الكرآن هو التفسير الرؤى والأحلام طبعا انت بتسألي على الفرق بان ازاي نعرف ان ده حلم وان ده رؤية الرؤية بتكون جاي برسالة تمام من الله عز وجل بتحمل في معناها رسالة اما بتكون ثلاث أنواع بتكون اما بتكون اما زي جرات يعني حاجة الانسان بيعملها وربنا جاي نهاية عم فعلها او فعلا هو بيفعله او تحذيرية من امر ممكن هو يكون هيقدم عليه فربنا بيحذره مثلا لو انت مشيت في الطريق ده لا لا ده هي انت هتتصاب بأزا زي الناس بيحبوا يصالوا صلاة الاستخارة ولما نشوف هنحلم ايه هنشوف هل ده في خير ولا هل في شر فهي قال لم يسبق لرسول الله ان في رؤية بتيجي بعد الاستخارة وبالفعل صعب بتيجي رؤية للناس المتعودة على رؤية يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيسبش حد ده محتاج له ابدا دايما فتح لنا بابه يعني ما حدش بيقول يا ربه ربنا بيسبه زي ما بيقوله وطبعا فيه مباشرات تمام اللي هي بتيجي تديني امل في المستقبل ممكن حد يكون نيم عنده مشاكل كتير حياته يعني جدل حياته صعبة واصود زي ما بيقوله لأ ربنا سبحانه وتعالى بيقوله لأ اسبر ده بتلاقي ده بكرة فيه امل وبالفعل سبحانه الله بتدي امل وحكة لو انت فيه مشكلة بتديكي حل للمشكلة اللي انت فيها طبعا وكان اكبر دليل على ده كان ذكر في القرآن كانت قصة الملك لما شاف الرؤية وفصره له سيدنا يوسف لما ذكرت في القرآن طبعا لما ذكرت في القرآن في قوله تعالى اللي هو وقال الملك وقفتوني في رؤية لما هو كان عايز كان عايز سيدنا يوسف يفتي في رؤية ما كانش عارف تفسير رؤية سبع سنوات عجاف سبع بقرات قال الملك انه يقرى سبع بقرات سمان يأكلوهن سبع عجاف وسبع صنبلات خضر واخرى يابسات تمام وبالفعل ساعتها ما كان حدش كان عارف في تفسير الرؤية لما رح سألهم رح أقلهم ايه أضغصوا أحلام وما نحن بتقولي الأحلام بعالمين تمام وبالفعل فصرها سيدنا يوسف لما هو رح لي الصاقي بتاع الملك وساعتها رح لما كان التفسير بتاعها لما ما شاء الله ذكر في القرآن الكريم الكرآن كان حدد التفسير بالنسبة لي بحيث معه معجزة فعلا لما تلاقي تفسير في جملة وبيكون تفسير يعني مش عارف أقولك يعني إزاي صادق وإزاي قوي جدا فسبحان الله يعني ممكن أية في القرآن تكون هي تأويل رؤية كاملة وذي كانت طبعا محدش يقدر أنه يتعدل كلام ربنا سبحانه وتعالى تمام ما شوان لسا الزينب وليلي بقى هو علم الرؤى يعني الرؤى ده هو علم طبعا وإزاي أقدر أن أنا يعني أطلعون القرآن السنة زي ما أنت كنتي بتقول تمام أول حاجة تمام لما ذكرت في القرآن الكريم ربنا سبحانه قال أيه في قصة سيدنا يوسف قال له وكذلك يشتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث تأويل الأحاديث كان المقصد بيه أنهوت اللي هو تأويل الرؤى تمام فطبعا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعلمه حتى لما ذكر في القرآن كان كده تمام فمعنى كده أنه هو علم رباني والإنسان بعد كده بيسكوله بالدراسة الدراسة دي جاية منين جاية من الصابقين إنه هو إحنا بنتبع النهج الصابق اللي هو الرؤى اللي فصرها رسول الله عليه الصلاة والسلام الرؤى اللي ذكرت في القرآن طبعا فيه رؤى كتيرة جدا ذكرت في القرآن من أول رؤية أول رؤية طبعا كانت رؤية سيدنا يوسف وهو طفل تمام والرؤية التانية كانت رؤية أول رؤية ظهرت على وجه الأرض ولا في سيدنا يوسف في قصة سيدنا يوسف أول رؤية ظهرت على وجه الأرض كانت لسيدنا إدم عليه السلام عليه السلام فهو كان نام ورأى أن سيدة حواق بتخرج من دلعوة وبالفعل صحيح من أنهم لقاها متجسدة أمامه دي بقى من الرؤى اللي هي بتحدث كما هي وربنا سبحانه وتعالى خلقها من دلعوة وهو نائم فلما صحيح لقاها تجسدت أمامه ودي كانت أول رؤية على وجه الأرض وسبحان الله يعني أنها جت في رؤية وسبحان الله يقول لك ما من بني آدم على وجه الأرض يعني بيكون زاقيمة زي رسول نبي إلا وحياته بدأت برؤية لازم يبتدي برؤية سيدنا يوسف بدأ برؤية وقصة سيدنا إبراهيم كان فيها رؤية وما فيش برضو ملك إتقام أو تزال إلا برؤية إيه أشهر الرؤى بقى اللي موجودة في القرآن الكريم؟ أشهر الرؤى اللي موجودة في القرآن الكريم اللي ذكرت كانت من ضمنهم رؤية سيدنا إبراهيم عليه السلام عليه السلام لما ذكرت في القرآن في قوله تعالى قال يا بني أني أرى في المنام أني أسبحك قال فعل ما تؤمر سيد جني إن شاء الله من الصابري دي كانت أول رؤية بالضبط وها شاف أنها بيطبح ابنه تمام؟ تمام فبعد كده ربنا سبحانه وتعالى تمام؟ هو ده كان ابتلاق طبعا فربنا سبحانه وتعالى كان رضانه ففديناه بزبح عظيم ففديناه بزبح عظيم بالفعل كان ده التأويل لأن ده كان ابتلاقها وبالفعل راح يعمل كده علشان الرؤية يعني علشان ده أمر من الله يعني كده رؤى الأنبياء لازم تقع كما هي ده مبلغة تمام؟ دي حاجة الحاجة الثانية من ضمن الرؤى اللي كانت ذكرت في الكرآن طبعا رؤية سيدنا يوسف ودي الأشهر وطفل عزيز مصر لا لسه هو طفل اللي هو اللي هي الرؤية في قوله تعالى سلام عليكم محمد تمام الثانية هقول اللي اللي خلاص وعمتا من أشهر الرؤى كمان اللي موجودة لسيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن والعزيز مصر لا بص رؤية السجينين في رؤية السجينين اللي كانوا معين واحد منهم رأى رؤية اتنين منهم رأوا رؤيتين واحد رأى أنه هو بيعصر خمرا تمام؟ هو أصلا كان الساكي بتاع الملك والآخر رأى أنه هو يحمل فوق رأسه خبزا بتأكل الطائرة منه وبالفعل فهم كانوا محتاجين التأويل فراحوا لسيدنا يوسف أن هو يقول لهم الرؤية فتأويل الرؤية بتاعتهم فتأويل الرؤية بتاعتهم الأولين قالوا أنه أنت هترجع لحياتك وأنه أنت هترجع ساكي الملك تاني وطبعا لما ذكرت في القرآن أما أحدكم فيسكي رباه وخمرا وأما الآخر فيصل بفتأك والطائر من رأسه قد يالأمر الذي فيه تستفتيان وطبعا هو قال لهم الكلمة دي لأنه بيقول لك هو أصلا يعني لما عرفوا تأويل الرؤية خايفه راح قالوا لا إحنا كنا بنجذب ما كناش بنقول الحقيقة فطبعا من هنا جات حتى الإنسان اللي بيقول رؤية هو كاذب فيها وفيه ناس فعلا بتجذب في الرؤية فبيقول لك ما فيش أبشان من أن الإنسان يتقول على الله عز وجل في الرؤية أنه يقول مثلا أنا شفت كذا وهو ما شفت وما حصلش آه فهي ما كلها بتقول ما كلها شايفة بتقول أن تفسير الحلم على جناحي أماما آه الرؤية دي طبعا الكلمة دي صحيحة ده حديث أصلا نتخذ عن رسول عليه الصلاة والسلام الرؤية على جناح طائر إذا أولت وعبرت وقعت يعني لو هو حلم خير بس تتفسر عكس يعني عكس الحلم من بيقع رؤية الطاقة على أول تفسير صح يعني أول تفسير صحي للرؤية فهميني أول تفسير صح بس مش أول تفسير يتقال لا مش أول تفسير يتقال وانت طبعا لازم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك إيه لا تقصص رؤياك إلا على حبيب أو لبيب يعني يكون حد فاهم لبيب يعني يكون فاهم في التفسير مش أي حد لأنه ممكن حد يكون كرهك يوقع لك الرؤية على أسوأ حالتها زي أتجنب بقى الرؤية كويس يعني زي أتجنب كويس أو الرؤية الشيطانية زي ما فيه إن الإنسان ينام على وضوء تعم وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك ما نام على وضوء بات بينه وبين شعاره ملك كلما تحرك دعا له فالإنسان ينام على وضوء دي من أكتر الحاجات اللي هو بتمنع الكوابيس وطبعا لما يكون مصلي ركعتين سبحان الله الإنسان بيكون محصن لايك حرسة لحد ما بيصحن النوم بس كده فتبعد أزال الشريطين عنه بس دي اللي هو لو إزاي إن هو يتجنب الرؤية السيئة أما بقى لهو كانت شايف حاجة سيئة ومش عارف يعمل إيه بيقول لك رسول السلام قال لك إيه مرأة منكم مناما سيئا فيما معنات الحديث طبعا بيقول لك فليطفل على سلس مرات وليستعيز بالله من شرها ولا يكوستاه على أحد فلا تضره وكمان كانت فيه مطلة مشهورة بيقول لك كما يتق الله في اليقظة فلا يضر ما يروه في المنام يعني لحد بيتق الله بالفعل ما فيش أي ضرر عليه إن شاء الله هي أشهر الرؤى اللي دايما للناس تبع الأنا منها أحد يشوفها في المنام يعرف أنها كابوس وما يشغلش دماغه بيها لا مش ما يشغلش دماغه بيها بص يتفرق لما بتكون كابوس ما يشغلش دماغه بيه يعني مثلا زي رؤية الجسوم تحز فيه ناس بتزحى تقول لك أنا كنت مش قادرة أنا يعني كنت في الحلم مش قادرة صوت وحسن حد حيش صوتي أو حسن أنا مش قادرة مش قادرة تكلم أو كده لا ده كابوس دماغه مش علينا منه خلص تمام الإنسان يصحى السعيس بالله من الشيطان الرجيم بس ده كابوس ما دهوش أي مجال من التفسير أما بقى الرؤى بالفعل اللي شغلة بالي الناس طبعا ولا هي كده مثلا حد ممكن يصحى من يقول لك أنا يصحى من النوم يكون قلقين يقول لك مثلا أنا شفت إن أسناني بتقع أوه لا ده حد هيموت لا إله 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 آه فعلا مش شرط إن حد يموت في وقوع الأسنان بالعكس على حسب هي وقات فين يعني مثلا الأسنان إمتى فعلا تقاول بموت الأسنان بتقاول بموت في حل إن هي مثلا أسنانك وقعت بس غابت عن بصري شفتاش خالص أنا مش شفتش هي وقعت فين فجأة أنا لقيتها وقعت وغابت عن بصري وبالفعل أصلا في ابن سرين جالوا اتنين واحد راح قال له أنا شفت رؤية والتاني قال له نفس الموضوع واحد قال له أنا شفت إن أسناني كلها وقعت في إيدي والتاني راح قال له أنا شفت إن أسناني كلها وقعت فجأة أولها لده بتفسير وأولها لده بتفسير فقال له طب إزاي إنت بتؤول يعني إزاي ده تفسير وده تفسير ما هي نفس الرؤية ده الأسنان وقعت وده أسنان وقعت قال له لأ أسنان وقعت وغابت عن بصره فأولها له إن هو أطول أهله عمرا والتاني قال له لأ ده أنت هيجي لك أموال لانها مقعد في ايديك حتى الحاجة اللي بتتمسك في الاين يعني انت البلياد اه طبعا اه اتمنى يكون الارقام دلوقتي موجودة على الشيشة عشان هننتظر مشاركة مشاهدينا على البرنامج عشان لو اي حد عنده احلم وعايز يفسره بس في دلوقتي معي احلام طبعا اول ناس عرفت ان حضرتك موجودة معنا النهاردة حابوا بعتولنا احلامهم على الصفحة في واحدة بعتها بتقول ان هي ان هي الارقام ظهرة دلوقتي على الشاشة تمام اوكراين اه دلوقتي احنا الارقام اه فيه الناس دلوقتي بعتولنا اه احلامهم اه واحدة بتقول هي نيمة على وضوء كانت في رمضان كانت طلع من حالة وفاة وبتقول ان هي حلمت اه هي حلمت ان هي ماشية في الطريقة هي مش محجبة وشعرها طويل واسود اه لقيت اه حد طويل اوي وعمته طويلة وورا حد اثر منه وعمته اثر منه بس انور منه يعني نوره اعلى حد ايه؟ عمه طويلة اه طويل اوي وحد اثر منه بتقول بتقول فهي اول ما شافتهم بتقول ايه ده ده سيدنا ابراهيم وسيدنا محمد بيصلوا اهم وقامت جاية لابسة حجاب قعدت ورها الحجاب لبسته وراح تصلت وراهم بس وصلت وراهم اه طب ايه الوصف اللي هي شافتهم للرسول عليه الصلاة والسلام اه ابيض يعني نور مغطي على نور سيدنا ابراهيم هي اول ما شافتهم حاست بشافتهم بدهرهم بتقول هي شافتهم بدهرهم يعني هي كانت ماشية في شارع يعني ولا في اه ماشية في طريق لقيت زي سوان كده اللي بتبقى موجودة جنب المساجد في رمضان اه اه عندها اخوات اه اه عندها اخوات مكتوب اتنين اه بس هما الاتنين سوا بصي صلى عنها اه نسى بصي صلى اولا اه هي بالفعل اصلا فيها الخير وكل حاجة لكن هي لسه بصي الصلى قدم المسجد موجود كان اولى ان رسول الله عليه الصلاة والسلام هو يدخل لي صلي في المسجد ما كانش يطلع يصلي برا ما كانش في المسجد انت بتقولي كان فيه مسجد لا هي بتقولي ما فيش مسجد بس هو سوان زي اللي بتتعمل في رمضان جنب المساجد اه فهي رح تصلت ورهم على طول على الاساس ان هو مسجد ورس لكن هي كانت معاش طرحة او كده ما كانش معها طرحة بس جابت طرحة وصلت لفت الحجاب على طول تمام بصي اول حجاب تمام هي بالفعل هي من جواها حد كويس لكن واضح ان هي عندها تقصير شوية في الدين وكده لان هي بالفعل هي اصلا هي ما شاء الله هي متصلة بالله يعني مش هقولك انها مش متصلة بالله بس رؤيتها للرسول من ظهره هي بتقولي ما شايفها من ظهره تمام هي معناها هي ممكن تكون بالفعل يعني بتتبع سنته وكل حاجة لكن هي عندها متقصير اوه عندها شوية تقصير لان هي جريد تدور على حاجة ان هي تلحق تصل بها الانسان دايما لازم يكون على استعداد لازم يكون على استعداد لان بيقولك ايه اكتر حاجة البني آدم بيعملها هو هيقبض عليها تمام فهي معنى كده هي عندها ركنين في الدين هي ما شاء الله يعني ركنين في الدين وبالذات في السنة ممكن تكون فيه سنة معينة هي واخدها حبها وملتزمة بيها طبعا مصنع كان يا لأ اه لأ هي يعني واخدة من الدين كله حاجتين مقربة منهم اوه ممكن تكون بتصبح بتستغفر وبتصبح كتير اه ممكن تكون يعني بتعمل بتكرأ قرآن بتعمل حاجة لكن هي الفروض عندها لسه فيها خلل فهمها ليه لان اصلا الحجاب كان ركني من اركان الاسلام هي رجلة راحت تدور على حاجة فيها فريضة وحاجة صلص تحالة ان هي تكون بيها اللي هي الهيئة العامة بزرط طمام معنى كده ان هي بس عايزة تصلح من احوالها طبعا المقصد اللي هنا عود باللباس مش رأتي يكون مش هي زيبا ان هي طولي انا محجبة قررت هي محجبة مش رأتي هي جريت تضوء هي انت قلت شافت نفسها بشعرها او مش شفتتها بشعرها زي معناها ان هي خلاص فيه حاجة نقصة عندها هي بص لها الفكرة كلها البدن الرؤية مش شرط ان هو يؤول بالبني ادم نفسه او باللباس العادي لا خالص اللي فيه حاجة اسمع لباس التقوى فهماني اللي هو الدين الدين هي عندها نقص في الدين وفي حاجة قوية جدا فهماني فهي كل اللي عليها ان هي تصلح من حالة هي بالفعل ما شاء الله هي على خير وكل حاجة طب كملي يعني ربنا هيزيدك اكتر تمام ممكن هي يكون حد من جواب فيه خير كتير وربنا يفتح عليها بعد كده وتبقى حد احسن من الامن اللي هي فيه الرؤى بتيجي ان هي يعني بتخلي الانسان يقرب من ربنا اكتر وتصلح من حاله فهماني وهي هتلاقيها انسانة مبتلية جدا ان شاء الله فقولك انها هتلاقي فيه ابتلائين مصح بينها وماشاء الله يعني رؤية سيدنا ابراهيم هتلاقي عندها ابتلاء قوي جدا لان رؤية الانبياء على قد ما هي خير الا ان هي بتبقى فيها ابتلائيها تلاقيها شخصية مبتلية فان شاء الله يا ربنا يفتح عليها وتقرب من ربنا اكتر وحالها هيبقى افضل باذن الله والله تعالى اهلا وقال اهلا ان شاء الله في حد بيقول هو والده توفى والده توفى وبعد كده حلم بي وصحي من النوم هو بيعيد فهمم بيقولها هو ايدة للا لانه لانه صحي من النوم بقى موته بالصحي ودموع يعني هو كان بيعيد في الحلم على والده بعد ما توفى وصحي دموعه موجودة يعني فيه ربط ما بين الحلم والواقع لأ هو في الحالة دي رؤية نفسية لانه هو ما ذكرش ملامح الرؤية ما ذكرش تفاصيل الرؤية الداخلية ده نصحي مش فاكرها لأ دي مش رؤية ده حلم نفسي بسبب ان هو نفسيته كانت تعبية ومتأثر في وفاة والده جدا لدرجة ان هو يعني سبحان الله الاحلام النفسية دي على فكرة ليه هدف جدا كبير جدا ان الانسان بي ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة في الدنيا بتفرج عن نفسها حتى الارض بتفرج عن نفسها بالبراكين وكده فالانسان الرؤية النفسية دي بتهدي من نفسيته من روعه شوية في الواقع يعني ده مجرد دواء يعني كان متأثر نفسيا بوفاة والده معانا ام ارحيب من الغربية اهلا وسهلا بك يا ام ارحيب السلام عليكم وعليكم السلامة احتلال وبركات ازايك ازايكو عاملين ايه الحمد لله اه بقول لحضرتك اه انا عايزة اتكلم الافتازة اتفضلي معاكي مش مهندسة زينة بتفضلي اه اه انا حلمت اني انا طلع على السطح بتاعنا فلقيت اه اه سلفتي فوق واحنا السطحنا اصلا مفيهوش تربية ولا طيور ولا اي حاجة طلعت لقيت فيه فراخ كتيرة جدا وكل ما الفراخ تمشي الاقي بيت كتير اوي في الارض وبعدين لقيت كومة اش في الاخر كده باشلها لقيت اه تحتها خرفين انتي سلفتك اسمها ايه ريهام اسمها ريهام ام تمام اه هي بتقول ان هي كانت فوق السطح وهي مش بتربي فراخ وفجأة لقيت الاول عايزة اسألها على حاجة هي علاقتها ايه بسلفتها دي عادية كويسة ولا في مشاكل هي معنا لسه مرحب افلت افلت طيب ما احنا ممكن نقول لو علاقتهم كويسة ولو علاقتهم عادية او تمام اه هو هنا اختلفت الموضوع شوي عشان كده انا سألتها اه بوس يا ستي لو في مشاكل بينهم هي بالفعل ممكن يكون في مشاكل على اموال بينهم او حاجة تمام اه وبالفعل هي هيكون عندها هي بتقول ان هي تلعت فلعت بيت كتير وحاجات كتير بس مرمية في الارد تمام وهي اصلا مقوف ريخ وحاجات من دي فده معنا كده ان بالفعل في نساء كتير بتتدخل في حياتها تمام ممكن بتحكي كتير او في اسرار طلعها هي مرحبتي بتحكي كتير ولا سيكتها لا 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 مش فهميني بوس هي بتقول انا شفت بيت كتير كان موجود في الارد او بس مرمي بتقول بتقول مرمي وفي قش وفي حاجات كتير فده معنا كده ان في اموال هي مش بترايها تي اول حاجة تمام او يعني اموال هي مش واضلة لها من عصيبية زي ما بيقولوا ممكن تكون حاجات قليلة مش كتيرة تمام لان البيت ادم مش معدود ادم مش معدود يعني هو في مصدر رزق مفروض يخش لها وهي مش مهتمة بها مش معتمية مصدر الرزق ده ممكن يكون عندها حاجة او مصدرها قليل مش كتير فهي بالفعل يعني مش واغضة بالها منها قوي تمام اه دي حاجة الحاجة الثانية الخروفين اللي محطوطين اللي محطوطين اللي هم تحت القش او تمام فهي شيء لهم لو هي عندها اولاد ممكن تكون شيء لهم الزواج يعني لحد بنتين من عندها مثلا لان الخروفين ولدين اما مثلا هي عندها ولدين وشيء لهم جوازهم ونفسها تفرح بيهم او العكس هيكون عندها مثلا بنتين وهي شيء لهم نيات زواج يعني ده مش رزق مثلا مستخبي وهي مش شرقة القش شافية الرزق ده او كده اصلا لا مش شرط لا مش شرط لا بص هي بالفعل فيه ارزق ما احنا قلنا دي من البداية لان ده كنية عن الحاجات بس هي مش واغضة بالها منها طبعا هي بالفعل هتنتبه لها بعد كده وبالفعل هتاخد بال يعني هتاخد بالسبب الاسباب او هتنتبه لها وبالفعل هتاخد الرزق اللي هو كان بتدور عليه او الرزق الموجود بس كده الله اعلم طبعا تمام اه في برضو متصل معنا على البرنامج بيقول اه هو عنده بنوتة صغيرة اه وحلم ان هي بنوتة الصغيرة دي سيبها مع صديقة ليه البنوتة اسمها ايه والصديقة اسمها اه بنته اسمها ياسمي وبيقول الصديقة اسمها روزي اه بس تعليم ان روزي ده اسم كنية يعني اه اه بنته اسمها ياسمين دي سيبها مع صديقته ورجع لقى بلقى بنته مبسوطة جدا معها فبيقول لها انت مزعلتيش ياسمين معها قالت له لأ هو علاقته بيها بزملته دي ايه صدقة صدقة بس اه بس كده خلاص اه ورجع لقى البنت مبسوطة لقى البنت يعني في حالة مرح ما بينهم وكده يعني بنته في العادي بيقول ان هي مش بتكون لا مش شرط الواقع هو احنا لنا الرؤية بص هي البنت هنهوت في الحالة زي هي اسمها ياسمين هي دنيته يعني دنيته هي المقصد بها حياته اه حياته بما ان هو صابها مع البنت زي انا بس اقالك انت تقولي العلاقة بينهم صداقة اه لا هو الموضوع فيه ممكن يكون اكتر من جدا ليه لان هو انت تقولي البنت اسمها ياسمين تماما فياسمين مش طقة من اليأس فمعنى كده ان هي حياته فيها حاجة فيها يأس لدرجة ان هو بيلجأ للبنت الثانية دي ممكن يكون بيلجأ لها كصديقة وكده مهم فتمام بيحكي لها الهم اللي موجود عنده فهي بتقدر ان هي تخفف عنه مثلا يعني استخدام الصديقة دي دي خير في حياته اه لا انت فاهمة قصدي ايوة ان هي اه هي ممكن يكون هو بيلجأ لها اه لا مش موضوع تحليله حياته هو في حياته فيها حالة يأس ممكن يكون بيبقى عنده هموم كتير او حاجة في حياته الزوجية لان البنت طبعا بالعقل كده هي بنته بنته من مين؟ من زوجته ايوة فممكن يكون عنده مشاكل زوجية او حاجة او عموما مشاكل في حياته فهو بيلجأ وبيحكيها صديقته دي ده في حالة ان كانت الصداقة مقربة عشان كده انا سألتك هو علاقتهم ايه ببعا الله اعلم طبعا في اولانا اخيرا يعني تمام معنا مدخلة هاتفية من اسراء من القاهرة اهلا يا اسراء اهلا انتهيك يا سيد الحايا ما عاملة ايه الحمد الله يا حلوتي اهلا بيك تفضل اه انا زميلة زينب بالمناسبة يعني اهلا بيك هار انا من نسبة لي بسمهندسة زينب يعني بجد بتفسر لي كل احلامي بتفسر احلامي لناس كتير جدا وانا فرحانة جدا بيها ان هي مدخلة في الفزينياني النهاردة يعني وان شاء الله يعني تبقى يعني كلامها كويس يعني ان شاء الله لا هي مش معندهش بسيطة من ورانا النهاردة في البرنامج ومشاهدر اقولك على كمية المسجدات اللي قاتلي على صفحة البرنامج علشان خاطر تفسيري الاحليم هو حقيقي بجد محبوبة جدا وستقدر توصل للقلب الصراع لان كلامها معظمه يعني كله بيتحقق مفيش حد مثلا خلاك تصر لاحن لانما كان واصلك ان كلامها هيتحقق يعني وانا بعث انت عايزة اسألها في حلم يعني عايزها تحقق تفروحي قدامكم يعني اكيد فدال بط يا زينة انا حلمت اني لبت خاتم ذهب فالخاتم الذهب ده كان فيه فصوف كتير كأنها الماء وما شفت الخاتم ده كنت لابسه كنت ماشية في مكان زي مول وحسيت ان فيه ناس كتير جدا كتبصة على الخاتم حطة عنيها عليه لدرجة من كتر جماله انا كنت خايفة عليه وكنت ماشية مع بنت خالي اسمع ايه المهم اسمع ايه يعني كنت بنت خاليك اسمها ايه اسمها ايها يا سراء بنت خالي اسمها امنية كنت ماشية معايها فحسيت ان انا ضغط وكنت تعبانة كده مرهقة فلاقيت نفسي وانا ماشية ضغط واغمع علي ما بقيتش حاسة باللي حوالي المهم انا شفت امنية بنت خالي بتحاول تخلع الخاتم من ايدي وانا كنت خايفة علي وحاولت بالفعل تاخده واخدته خلعت الخاتم من ايدي ولقيتها لبتتني دبلا دبلا فضة بس مفضية يعني دبلا كان شكلها وحش قوي كان بشعة حسيت بيها وهي بتلبتاني ما كنتش طيقة دبلا وحست ان انا برضو مش فوعي فمش عارفة ان انا اخلعها فالمهم لقيت حد جي قومني وجابلي دكتور انه يفوقني وكده المهم فا انا بفوقت وشيت قولت القرنية قال لا انا عايزة الخاتم بتاعي وخدت الخاتم بتاعي وضيت لها الدبلا بتاعيها بس اصلا الدبلا بتاعيتها فضلت معلمة في ايدي يعني فحيت لقيت الدبلا معلمة في ايدي وهي اخدت دبلاتها ومشي يعني الخاتم الخاتم الدعب هو اللي معلم في ايدك ولا الدبلا الفضل اللي كانت معلمة في ايدي كانت شكلها وحش جدا وكانت مصدية كده بس انا يعني رجعت الخاتمي تاني منها وبعدها هي اخد الدبلا بتاعيتها ومشي شكرا لك في اي استفسار تاني لك يا اسراء افلت اسراء هي في الاول بتقول تقريبا ان هي كانت لابسة خاتم دهب لابسة خاتم دهب في المس هي الخاتم الدهب ده ده معناه ان هو بالفعل هي مخطوبة فهو خطبها حد كويس جدا ما شاء الله يعني فهي خطبها حد كويس جدا حد معدنه كويس زي ما بينقول في اللغة بتاعتنا تمام وبنت خلتها دي كالبا مرتبطة بحد او مخطوبة لحد او بنت خالها تقريبا فهي بتقول مخطوبة لحد لان هي ديبلا بردو تمام هي ديبلا شوية متبقاش مستحبة تمام في الرؤية بس وكمام مصدية وهو فضة فمعناه كده ان هو شوية البني ادم ده حاله بعيد من ربنا قوي حاله صعب يعني حتى يقول معدنه مش كويس وبما ان ان هي شافتها فضة شوية فضة متبقاش مستحبة في الرؤية فبيبقى معناها انفضة امر اول حاجة موضوع ان هي الاول كانت ماشية في مول فالمول هو اصلا لو هنرجعه لحاله زمان فمعناه كده ان هي سوء يعتبر تمام هي من اسمه جاي من اسمه هو سوء سوء طبعا سوء السلامنا هنا عند دخول الاسواق قال لك لا تكون اول من يدخل السوء ولا اخر من يخرج منه ففيه نسبة اعلام الشياطين تمام فطبعا دي حاجة الحاجة التانية طبعا انا ليه قلت كده معنى ان هي كانت في حالة نفسية سيئة جدا هتمر بحالة نفسية سيئة جدا جدا طبعا الدليل هنا هي تقريبا بتقول اغمى عليها حاجة كده او داخت او داخت اغمى عليها فده معنى كده ان هي بالفعل هتكون في فترة مش كويسة نفسيا بدرجة ان هي هتتعب طبعا بما ان هي داخت بس هي بتقول انا شايفها نفسي بتقول انا شايفها نفسي ان انا مغم عليها وشافت كل التفاصيل وهي مغم عليها لا هنا بتفرق لما تشوف اما تشوف نفسها ان هي مغمى عليها حاجة يعني الاغماء اصلا ده شوية مش مستحبة في الرؤية لكن هي كمان بتقول يعني كأنها وعية شبه وعية فده معنى ان هي تخش في مود اكتئاب سيء جدا لدرجة انها تعتذل الناس عارفها فيه ناس لما تزعل بتنام وقت كثير جدا بزرطة اوه نبطلع غلاف النوم انا جربت داخل التفسير اوه فيه ناس يعني دايما اغلبية المفسرين بيقولوا الغماء ان هو الانسان يعني بيسمع خبر لدرجة ان هو هيكون مش قابل يصدقه عقله مش مصدقه لدرجة ان هو فبيفقد وعيه ومسا عايز عيش في الواقع خلاص تمام لكن هي شايفة حالها او شايفة بين الواعي وشبه الواعي ده ده مود اكتئاب هتدخل فيه وهي انا وقت معي انا طبعا مفسرتها وقت معي مع ناس كثير جدا النقطة دي وفعلا كانوا بيخش في مود اكتئاب وبيعتزلوا الناس فترة كبيرة جدا من الواقع دي حاجة طب ولما بنت خلتها او خلت الحاتر هو غالبا هي هتدخل في حل مشكلة اللي بنت خلتها تمام فاللي هيحصل ان بالفعل هتحصل يعني هتخش تصلح مع خطبها هتحصل مشكلة مع خطبها والراجة ان هي هتتأثر جدا في المشكلة اللي حصلت او متتدخليش بقى او متتدخليش تمام او والتانية للأسف هو خطبها مش كويس للأسف هي هتتيبه يا ربنا ارزوها بالأفضل منه لانه بصي فيه ناس والله ما بيتزال عليها فمن بيقولك يعني حروم يعني انت بكر ربنا يعوضك وربنا بيقولك ان البني قدم ده مش كويس لك كن ملي معي اما هي طبعا لو هناخد الاسماء هنا معيها فهي بالفعل ربنا هيكرمها وهي هتتحقق بعدا بعد المشكلة دي ما هتحصل سبحان الله بيقولك انت دخل تصلحي فربنا هيعوضك كريمتي حتى لو مشكلة حصلت في حاجة هيعوضك في كريمتي امنية هتتحقق لها تمام بما ان البنت كان اسمها امنية بس هو دي تفسير رؤية والله تعالى على وعلم وربنا على وعلم فعلا هناخد فيديو دلوقتي للشيخ محمد متوال الشعروي بتتلم فيه هو بيدعم حلقة النهاردة عن تفسير الأحليم ورجعنا بعد الفيديو وعايز اسألك سؤال بقى بالنسبة بقى الناس اللي ما بتحلمش خالص الناس اللي ما بتحلمش خالص بوس يا فيش حد ما بيحلمش خالص في حاجة اسمها حد ما بيجي لهش رؤية تمام او بتسحى مش فكرة الحلم اصلا او مش فكرة ده حلم مش رؤية تمام لو حلم الحلم اصلا احنا قلنا اللي هو بيبقى ايه اصلا الحلم احنا مموما بتبقى ايه الحلم من الشيطان ومن النفس تمام اما الرؤية فهي من الله عز وجل هي اصلا اشراكات نورانية من الله عز وجل ربنا بيمدها للانسان بتكون احنا قلنا زي ما قلنا مشفرة او بتكون جالية واضحة الناس اللي ما بتحلمش بقى حكتين دي اما الانسان نفسه ما بيؤمنش بالرؤى اصلا تمام ما بيجلوش رؤى دي اما هو بعين من ربنا كل البعد لدرجة انه ما فيش خلاص ما فيش تواصل حتى يقولك انتي اهدف ما كمفه الشبكة حتى يسمعي في نفس الفكرة هو ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا بس دايما العب فينا احنا اللي مش سامعين سبحان الله ربنا دايما نسمعنا في كل وقت وفي كل وفي كل زي ما بيقولوا تير سامة بقتلنا على صفحة البرنامج بتقول هي حلمة بصديقة ليها هي على مشكلة معيها بتقول حلمة ان هي نايمة على سرير وشبه تعبينة وبتقول لها سامحيني فقيت لها انتي ازيتيني انا استحالة ارجعلك تاني فهي كان مفروضة على سرير بيتهم هي راحة لصديقتها اللي هي على عدم مفاق معيها يعني وراحة تاخد حاجة الميكوب بتاعها وحاجتها صاحبتها اسمها خلود اوه طمعا والبنت نصها اسمها ايه تانية مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة معلن فهي بتاخد بقية هدومها من عند منزل صديقتها فلاقت في مقلمة 15 جنيه فقالت لها 15 جنيه بتوعيك انا حطى يعني هي 15 جنيه بتوعف لصحبتها كانوا مرمين فبتقول هي حطتهم رتبتهم وحطتهم في جيب في الشنطة يعني بس وخدت حاجتها ومشيت هي خدت حاجتها ومشيت اللي هي اللي متخنقة مع صاحبتها اه تمام بصي اولا انتي بتقولي هاعد معك اتكامت اشان ما كنتش حاجة واقع مني انتي بتقولي ان هي كانت هي شايفة نفسها نايمة على السرير وتعبانة لا ساحبتها اللي هي اللي متخنقة معاها هي الزعلينة هي شايفة ان هي الزعلينة وكده وهي راح اتعيت لها لأخلاص انا همشي وهاخد حاجتي والجودة تمام انا مش عارفة اقولك يا طبر الرؤية اصلا اغلبها نفسية طبعا بيبقى فيه في الجزء بالنفس ليه بقى اول حاجة هي موضوع ان هي نايمة على السرير وتعبانة هي بالفعل هي ممكن تكون الصديقة اللي متخنقة معها دي مصدر سعادة بالنسبة لها لان السرير اسمه سرور تمام حتى تمام دي حاجة فهي اصلا وشايفة زعلينة وصحبتها فهي كانت مصدر سعادة بالنسبة لها وروح تاخد حاجتها الميكاب ومش عارفة ايه وكده فدي زينة الدنيا اللي هي الفرحة والصداقة اللي موجودة بينهم والحياة الحلوة اللي بينهم لدرجة ان هي ثابتة فعشان كده هي متؤثرة نفسي ان هي عارفة ان هي لو ثابتها خلاص هي مفيش راجعة فهماني فهي بالفعل بتقرر ان هي بتنفصل عنها واخد قرر ان انا هنفصل ومهما انت يحصل منك انا مش نايمة يرجع لك تاني الله عالمين احنا هنطلع في وصل دلوقتي وبعد كده هنرجع مع مشاركات ومداخلات هاتفية واتوحوش في حتة استنون الجملة دي مستفزة جدا واول ما بنسمحها بنقعد نشتم في الشركة ونقول ان هما شركة حرامية وانه مش وقته مع ان الحقيقة ان هما صح حضرتك خلصت فلوس او رصيد وكانوا بيبعتولك يقولولك اشحن وبرضو حضرتك كنت مطنش زعلان ليه دلوقتي انت كده ما بتشحنش رصيد غير تحت ضغط مش مهم الاسباب اللي بخليك كده المهم ان ده اسلوب حياة ناس كتير زمان كنت بستغرب من نهاية بعض العلاقات ازاي فيه ازواج ينفصلوا بعد 15 سنة او اكتر واقول ليه انفصلوا بعد المدة الطويلة دي واصدقاء العمر اللي بيقاطعوا بعض ومفيش حد بيقدر يكنحهم انهم يرجعوا علاقاتهم ببعض تاني ابدا حد ما وصلت الحقيقة ان في كل العلاقات فيه حاجة اسمها رصيد علاقاتنا بالناس مرهونة برصيد بيتجدد حسب المعزة للشخص عندنا وكل ما التعامل كان بحب واهتمام كل ما الرصيد بيزيد وكل ما التعامل كان فيه تهاول الرصيد بيقل مع احساس البعض ان احنا بنحبهم بيتمادوا بالتصرفات الغير لقفة واسلوف فيه عدم اهتمام ومش بيعرفوا ان هما بيسحبوا من رصيد العشم والمحبة اللي ليهم عندنا وبيعتقدوا ان رصيد التسامح اللي عندنا ده ممتد بلا نهاية وطبعا العلاقة بتستمر لحد مصاحب الصبر ايوب ده صبره يخلص اما الرصيد يوصل صفر بنكون فقدنا قدرتنا على التحمل وبعدها قرار قطع العلاقة بيكون قرار قادرين ناخده بكل ثقة وبدون طراجة من الاخر تحفظوا على علاقتكم مع الناس اللي بتسامح كتير المدة الزمنية او طول العلاقة مش سبب كافي لاستمرارها لما صاحبك يقولك كذا مرة بلاش الهزار ده بيزعلني ولما امراتك تقولك بلاش الطريقة دي بتوترني ولما امك تقولك اطمن علي وبلاش تطنشني وابنك يقولك نفسي تسمعني اسمع الكلام وافهمه وافهم ان ده من رصيدك مش كل مرة هيطلبوا منك الاهتمام ده فجأة هتلاقي محدش شايفك او بيسأل عليك لانك للأسف مستوعبتش الرسادي اللي قبلها وهتلاقي جايلك اخر رسالة عفوا لقد نفز رصيداكم ورجعنا بعد الفوصل ومعانا اول مكالمة عاتفية معانا ايمان من المنوفية طب ايمان راحت مش ايمان راحت بالنسبة عايزين نقول بقى في مشاكات طبعا على صفحة البرنامج وقبل بس المشركات عايزة اقول حاجة للناس برنامج نعم استطيع بيدعم اي حد موهوك عندك مشروع عندك فكرة عندك مبادرة اتواصل معانا على ارقام التليفونات اللي هتزهر على الشرشة دلوقتي وتقدر تكون ضيفي في الحلقة على برنامج نعم استطيع نعم استطيع مش مجرد كلمة بتتقيق نعم استطيع اقوال وافعل ونرجع مع شوانتسة زينب مفسرة الاحلام زينب امتى الواحد يحس ان هو يعني فيه ناس بتحس ان هو الحلم ده حقيقة يعني اكون انا وانا بحلم حاسة ان انا في الحقيقة اصحى واصلا عرقينة كنت كنت بجري اصحى ان انا بنهج كده زينبقى بصي على حساب فيه ناس الاول بتشوف الرؤية بين النام والصاح تمام يعني تبي تقولك ايه ده ده انا شوفت رؤية مثلا انا مجدش عارفة انا نايم ولا صاحية لا دول مجموعة من الناس على جنب دول بيقولك ان هم بيسموا في الدين ارباب الاحوال دول بيقوا ناس شوية لقتهم قوية جدا بربنا او بمعنى صح زوما وهبة يعني ربنا لو اجتهدوا على حلهم اكتر واكتر ربنا هيمن عليهم وزوهم واهد كتيرة جدا اما بالنسبة اللي هو مثلا قاعد بيجري وكده ممكن على حسب طول الحلم مثلا لا ده مجرد بسهل انا عشان ايو انا فهمة من كتر الحلم فعلا هو فهم حلم كأنك عايشة في حياة وقعية فهمة بتعيش كأنك حياة وقعية وطبعا في ساعات بيكون الرؤية اصلا بتبقى مدتها صغيرة جدا فلما بالطول او بتحصل فيها اللي انت بتقولي عليه ده بيكون داخل فيها طبعا اجزاء نفسية كتيرة طبعا احنا لما بتيجي انت فصري بتحطي ايديك على المعنى المقصد من الرؤية والباقي بيبقى حشور في الرؤية بتشايل طبعا الرؤية بتبقى الانسان حاسس بيها ووعي كامل بالفعل فهو بيحس تفهمها عشان هو بيبقى ينسى على شفهية او طبعا بتبقى رسال او شفهية طبعا معانا مشاك حاضر حاضر ايماني ايمان من المنوفية الو اهلا ازايك ايمان الحمد لله ازايك الحمد لله اتفضلي انا عايزة عن الحلم وعايزة ان انا احكيه اتفضلي ده اتفضلي الو اهلا اهماني اهم اهم كنت ا Salv Auf هو البحث واضح اهماني سماعك جدا ا tenían اهماني اللو انت بس معالي هات達 التلفزيون عندك ووقت شوها عشان تسمعه في التلفون تمام اهم 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 اللي اخطبت مفروك ايمان اهم الله يباك محبازك اهم خطيبها بPE اهم اهم حلمت ان في ضرب نار عندنا في البلد كتير جدا لدرجة ان الكباري والسرق كلها كانت بتتكسر الشوارع كلها ومكان شغله في بلد تاني غير اللي احنا فيها فانا مفتله البلد اللي فيها شغله وكنت بجيب الطوب اللي باقي من تكسير الشوارع اخبيه بالطوب ده احط الطوب فوقه علشان بتحمي خطيبه لأ بتجيب ايه؟ مش سمع معي؟ انت بتخبي خطيبك بالطوب اللي متكسر في الشارع؟ علشان ما يتصابش اه بتحمي خطيبه بتحميه وبعدين فقت اللي انا كنت اتصابت ولا هو اتصاب لكن الضرب مازال شغال والشوارع كلها تحدث لدرج تبقيش بيوت كان فيه ناس في الشارع معاها غير فوق؟ فيه ناس في الشارع وقت الدمار ده مفيش حتى الاشخاص اللي بتضرب يعني متبينين والشو ممهولين بالنسبالي اه تمام قول لها هي يعني هو مفيش اي اشخاص غيرهم هما اللي اتنين وهي متعرفش اي حد تاني لا وفيه حد كان بيضرب عليهم النار وهي كانت بتحميه كده لا بتحمي خطيبه بالطوب اللي مرمي في الارض هو خطيبه اسمه ايه؟ خطيبك اسمه ايه ايمان؟ احمد طمعين هو اي حد زابطي با احمد عبدا طمعين كلها انتي فيه مشيحة فيه الاول مشاكل بينكنتو الاثنين؟ لا مفيش مشاكل بيننا احنا الاثنين بس فيه طرف تلت بيعمل مشاكل ليه ببهض الموضوع طمعين ماشي هقولك تلوقتي خلاص طمعين ماشي ايمان في اسف صارتني ايمان؟ لا تمام. شكرا يا حبث. تمام. بصي ضرب النار اللي هو الكتير من كل اتجاهات ده. تمام في الحالة دي ده معقوية بتجري منه وعمال يدمر الدنيا حواليهم. للأسف ده كلام سيء بيتقاد. وهي عمالة يعيني تحاول تعدل الدنيا او تصلح. تصلح. وعايزة تحميه من كل كلمة سيئة بتتقال عليه. وهي على قد ما تقدر. عارفة لو كان فيه ناس تانية. في الشوارع دي كلها الرؤية دي كانت تبقى رؤية عامة. يعني في حاجة اسمها رؤية عامة. رؤية عامة دي تخصنا كلنا. بس بتحصل لحل البلد نفسها. طبعا الحمد لله نعمش رؤية عامة. وتيجي على قد كده تمام. فمعناه ان هي لازم تخلي بالها للأسف من الكلام السيء. وللأسف الكلام السيء اللي بيتقال ده كمان هدفه حسد. يعني اللي بيعمل كده. اللي بيعمل كده حسدها. يعني. حسدها على خطب. مم. متشمعنا تغذي ده والجودة. وبما اني ان هي حميه هي مش هو الله جبعة يعني. الحمد لله في الاحد بصي سبحان الله يعني. بيقولك انت تريد وانا اريد والله يفعله ما يريد. بيقولك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. هو فيه الناس ممكن عايز تمكر بيها لكن سبحان الله. لو ربنا عايز الدنيا تمشي هي هي تمشي عشان هو حميهم خلاص سبحان الله يعني. بس فهي عليها ان هي تصبر وتدعي ان ربنا بالعنشر الناس يعني والله تعالى على وعلم. آآ ومعانا مداخلة بتفهم من المنتج الفني يا بشم عندس وليتش علين زيك يا بشم говоритس? ايوة زيك يا حدرتك يا بشم عندس عامل ايه? ايوة ايوة. anterior صباح الخير.申مان. الثانية. سبحاني تسمعني? حلو. حلو صباح الخير صح كان. ازي حدرتك. ايوة. الفضل يا بشم اخير. صباح الفل اعمل ايه؟. قلول رحام صباح الخير رحام. صباح يفل الله العظيم سماعك. الو? ايوة? طب الكنترول يا دي ما يشوف الدنيا في ايه. طب خير يا الحامد. الو? طب على خير يا بيش مهندس. اتفضل. زيفو عامل ايه? الحمد لله تمام. حضرتك عامل ايه? ده نورك يا بيش مهندس وشكرا دي وشكرا على دعمك ليا. ارحب بالجميلة المهندسة الرائعة المتميلة الازهارية زينب. الحمد لله تمام سيح حضرتك. انا بالنهاردة الحالة ليكت نصف ساعة. انا فتحت هالك لان ديت كمية التطلات بناس غريبة. قولت هلت النهاردة تكوني تبتل كم لنهاردة لوحدي كلها. ربنا يباليك في حضرتك يا رب. صراحة ان شاء الله عليك كل اسمي عليك في احلامك وفي تفسيرها حاجة مفترة جدا. وروادك انك معانا دايما لبطرة الجاة ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. ايوة طبعا لازم الناس احلامهم ويتبطلش. اه انت اللي قاعد على الكرسي بتترسل الناس بالغير وديعة لوحدك عشاش ان شاء الله. اتمنى ان الناس دي سوا. نرد بنا خلالك. ان شاء الله. ان شاء الله. اه نعم بيقدم فكرة كويسة ويتمنى المواهب وبيقدم افكار وانت النهاردة شيء جديد. سنك سغير وده مش موجود كل مفتر الاحلام. اه المهارية طبعا ولينا صخر جميعا. ازهارية وعندها فراسة في الكلام وعندها المهندسة الازهارية وفاصلت الاحلام. عارسة الكوكتيري ربيزة. ده مجمع فيك النهاردة. عندي بردو وشاشة وش او اه ما شاء الله عليكي. فيكو كبول حلواوي. فالناس مرتاحة ويتتكلم. ده من يقول لك عدن نكلم الشيخة المتفائلة. او الشيخة البشوشة تعافكم. فمشاء الله عليكي. ما شاء الله عليكي النهار ده. ربنا حليك يا ربنا. راح بيجي مرة دانية. اه صحة وجمال ونعمة صبيع. واسبكم تكمل مع جمهورة. فضل. شكرا للمداخل حبيباتك يا مشواندس وليد. وشكرا لدعمك لينا. وطبعا زي ما بنقول للناس. آآ وطبعا زي ما بنقول للناس آآ برنامج نعم استطيع بيدعم آآ بدعم اي حد عنده موهبة. عنده فكرة. عنده مشروع عنده مبادرة. اتواصل معنا على طول على ارقام الناتف او على صفحاتنا على الفيسبوك نعم استطيع. برنامج يومي. بتقدر تتواصل معنا على طول وهتكون معنا ان شاء الله في البرنامج. نعم استطيع مش مجرد كلمة بتتقال نعم استطيع افعال واقوال. آآ مش مهندسة زينب عايز اقول لك انت نورتينا وشرفتينا النهاردة. مرسيه على حضورك ومرسيه على طريقتك في التفسير وبسيطة وسهلة ودخلت قلوبنا كلنا. آآ عايز اقول للناس بقى كلمة. بقى كده. عايز اقول لكم كلمة. ما تخلوش الاحلام تبقى في مجرد احلام. خلو الاحلام دايما واقع. دايما نقول لنفسك انا قدر. انا استطيع. دايما نقول لنفسك. نعم استطيع. نعم استطيع مش مجرد كلمة بتتقال. نعم استطيع اقوال وافعال. آآ كانت معكم رح افز دان في حلقة النهاردة ببرنامج نعم استطيع. عالكم ان شاء الله يومي الاتنين الجاي. مع السلام.